اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد وما تنسوش تدعموا المقطع بلايك مع نشرة اغبارية جديدة للمهتمين باخبار الكروض والبنوك نبدأها من عنوين ثم نلحقها بالتفاصيل الخبر الاول باقل فايدة ممكنة اجراءات وضوابط الحصول على القرد الشخصي بعدد من البنوك الخبر التاني عشر تلاف جنيه وبدون فوائد احصل على قرد تحسين الدخل من بنك ناصر الاجتماعي الخبر التالت تفاصيل القرد الشخصي بضمان المعاشة من بنك الاسكندرية التفاصيل الخبر الاول باقل فايدة ممكنة اجراءات وضوابط الحصول على القرد الشخصي بعدد من البنوك تتنافس العديد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي في منح التسهيلات بالاقتراض ولوعية الادخارية التي تتلاءم مع احتياجات مختلف العملاء لجذب المزيد منهم بهدف تحفيز معدلات الاستهلاك والشراء في الاسواق يأتي على رأسها القرود الشخصية بضمان تحويل المرتب ويرصد الوطن في هذا الفيديو اجراءات الحصول على القرود الشخصية بضمان تحويل المرتب بنسبة فايدة وقيمة القرد وفترة السادات والحد الادنى للدخل الشهري وعمر العميل وفقا لسياسية البنوك المعلنة بعد قرار البنك المركزي بتزبيد سعر الفايدة والادع اولا تفاصيل القرد الشخصي من البنك الاهلي المصري نسبة الفايدة 14.75% يعني 15.4% الى 17.5% فايدة متنقصة سنويا قيمة القرد تبدأ من 15.000 جنيه لمليون ونص ويصل الى 2 مليون جنيه لبعض العملاء في حالات سماح القسط الشهري تصل فترة السادات لعشر سنين يشترط ان يكون سن العميل من 21 سنة الى 60 سنة او 65 سنة ايهما اقرب من سن المعاش يشترط ان يكون الدخل الشهري 1500 جنيه كحد ادنى البنك التاني تفاصيل القرد الشخصي من بنك الـ CIB نسبة الفايدة من 14% لـ 23.5% فايدة متنقصة سنويا فترة السادات بتوصل لـ 8 سنوات يشترط ان يكون سن العميل من 21 سنة لـ 60 سنة او 65 سنة ايهما اقرب من سن المعاش يشترط ان يكون الدخل الشهري 3000 جنيه كحد ادنى البنك التالت تفاصيل القرد الشخصي من بنك مصر نسبة الفايدة من 15 الى 4% لـ 19.5% فايدة متنقصة سنويا تصل قيمة القرد لمليون جنيه فترة السادات تصل الى 10 سنوات يشترط ان يتراوح سعر العميل او سن العميل من 21 الى 65 سنة يشترط ان يكون الدخل الشهري 1000 جنيه بحد ادنى وبدون تحويل المرتب المستندات المطلوبة للحصول على القرد الشخصي من بنك مصر سورة بطاقة الرقم القومي تكون سريع ايصال مرافق حديث لم يمر على تاريخ اصداره 3 شهور تعهد جهة العمل بتحويل المرتب او الجسط الشهري في حال التعهد جهة العميل او جهة العمل بالنسبة لاصحاب المهن الحرة والانشطة التجارية والصناعية سورة البطاقة الضريبية سورة ترخيص او تصريح من زولة المهنة للمهن الحرة سورة مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري كشف حساب بنكي لمدة اخر 6 اشهر الخبر الثاني 10 تلاف جنيه وبدون فوائد احصل على قرض تحسين الدخل من بنك ناصر الاجتماعي التفاصيل تقدم البنوك اشكال جديدة ومتنوعة لتجديم المساعدات للعملاء في حل مشاكلهم المادية من خلال القروض او الاستثمار عن طريق الودائع او حسابات التوفير يقدم بنك ناصر قرض تحسين لفئات المواطنين الذين تعجز مواردهم الزياتية عن مواجهة الظروف الاجتماعية بحد اقصى 10 تلاف جنيه وبدون فوائد وتسدد على اقصات شهرية لمدة 3 سنين اصحاب المعاشات وورثة المعاشات دول المستفدين من القرض 10 تلاف جنيه بدون فوائد دوابط الحصول على قرض تحسين الدخل من بنك ناصر في حالة الاقتراض بضمان المرتب يشترط ان لا تقل مدة الخدمة الفعلية عن 3 سنين زائد تجديم ضامن من العاملين بالجهاز الاداري للدولة وتحويل القصة او المرتب على البنك في حالة الاقتراض بضمان المعاش الافتراضي يشترط ان لا تقل مدة الخدمة الفعلية عن 20 عام وتحويل القصة او المرتب على البنك وفي حالة الاقتراض بضمان المعاش او المعاش المستحق وهو خاص بالورثة يشترط تحويل القصة او المعاش على البنك في حالة المعاش المستحق يجري تجديم ضامن من الجهاز الاداري او بالجهاز الاداري للدولة الأوراق المطلوبة سورة بطاقة الرقم القومي للمقترض والضامن تكون سريع الرقم التأميني للمقترض والضامن والمستفيد بيان مفردات مرتب للمقترض قرد الزواج تجديم أصل وثيقة عقد القران بالنسبة للمسلمين أو الطوائف المسيحية لا تدد مدتها عن سبعة سنوات وأخيراً قرد العلاج يشترد تجديم شهادة طبية حديثة معتمدة من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة الخبر الثالث والأخير في النشرة تفاصيل القرد الشخصي بضمان المعاش من بنك الإسكندرية التفاصيل يقدم بنك الإسكندرية برامج تمويل متنوعة تتناسب مع احتياجات العملاء المالية ويتيح البنك قرد شخصي لأصحاب المعاشات بفتر السداد تصل لمدة 12 سنة وتأمين مجاني على الحياة طوال مدة التمويل فتر السداد بتوصل لغاية 12 سنة أسعار عائد تنافسية مع إمكانية الاختيار بين أسعار متغيرة أو سابتة تأمين مجاني على الحياة طوال مدة التمويل تمويل مخصص للمصريين أصحاب المعاشات تصل قيمة القرد إلى 3 مليون جنيه عمر العميل لا يتعدى 65 سنة المستندات المطلوبة صورة من بطاقة الرقم القوم تكون سرية تعاهد بتحويل المعاش على بنك الإسكندرية فطورة مرافق حديثة لم يمضي على تاريخ استخراجها 3 شهور بتمنى لو عجبكم الفيديو تشتركوا بالقناة واتفعلوا زر الجرس علشان يصلكم كل جديد ولا تنسوا دعم المقطع بلايك شكرا لكم على المشاهدة إن أعجبك الفيديو عزيز المتابعة من فضلك كن بالاشتراك في القناة بالضغط على زر اشتراك الأحمر أسفل الفيديو ولا تنسى دعم المقطع بلايك شكرا على المشاهدة الرجاء دعم المقطع بلايك حتى يصلك كل جديد إلى اللقاء في فيديو آخر شكرا على المشاهدة